اشتركوا في القناة ما تحطوا لحم راس او مقادم ممكن تعملوا بالدجاج نفس المبدأ والخطوات او ممكن تسلقوا لحم من اي جزء من الخاروف او العجل وفيكن تطبقوا هذا الطبق عن جد من اروع الفتات اللي ممكن تعملوا وتقدموا هلأ انا هون شرحت عن طريق الطبخ المصارين وبقي عندي الفتي استخدمت الروس المسلوخة هاي الروس المسلوخة بتجي بهذا الشكل انا نظفتها كمان بتلاقوا طريقة التنظيف بنفس طريقة تنظيف الروس الكاملي وايضا المصارين رح اطلكن الروابط بصندوق الوصف هلأ اللسان متل مواضح عليكن ما نمش الوط هلأ هو ع السلق رح ينقشر اشر بنتخلص من هاي الطبقة العلسان من خلال السلق حطيتهم بطنجرة وضفت عليهم الماي وغطيتهم لحد ما قبلنا شو يغلوا رفعت الزفرة وحطيت الباقة العطرية طبعا طريقة السلق انا كمان نزلتها بفيديو الطبخ فبس هون رجعت عطي لكم ياها تزكير مو اكتر باقة العطرية حطيت بصل وورق غار وهيل وفلفل اسود وايضا زجابيل هلأ الملح ما ما نحط لأريد يستويه باخر ربع ساعة بنحط الملح حتى ما يشترد اللحم على الاستواء ويطول بقلب هلأ الروس مع الملح وبخلينهم لربع ساعة بعد ما غطيهم وبس استويه برفع المي بزلة كلها وبخلي اللحم بالطنجرة لو واحد واحد حتى ما نهلط كتير بعدين بقلكوا شو رح نعمل فيه هلأ الخطوة تعني عندي رز هون انا نقعت كوبين رز قصير حصرا حطهم بطنجرة طبعا نقعتهم بماء دافئ ماء الاستاخن شوي لمدة ساعة غسلتهم كتير منيح من النشا وهيك بيكونوا جاهزين حطيت هلأ رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة نعناع يابس شايفين اللونه كتير حلو سبقوا نزلت لكم طريقة التنشيف تلاقوا كمان الرابط وصندوق الوصف هلأ حبيت نكهم بنكهة الدهن هاي شحمي حطيت شوي لتعطيني نكهة للرز ويطلع هيكي ما نناشف يطلع رطب هلأ بدي ضيف عليهم ماء ساخن لحد ما يغمرون او بتعيروا لكل كاسة رز كاسة ونص مي انا ما بعير بقدر تقدير هلأ بخليوني يغلوا مضبوط بعد هيك بوطي الغاز بغطيهم وبخليون لحد ما تنشف مية الرز وهيك بيكون عندي الرز انطبخ يعني بياخد معكن من 10 ل 15 دقيقة على نار هادي وحسرا بدي يكون الرز قصير للفتات شايفين هلأ النعناع ممكن تلغو من قلب الرز وتحطوه على الوش هلأ أنا هون غيرت شوي حبيت ان يحطوه بقلب الرز طفيت عليه إذن وراح خليه يتهدع مهلو هلأ اللي عندي الخطوة الثانية هي اللبن عندي لبن زبادي بحضر وعاء ومصفاي هلأ أنا هون عاملي كمية منيحة من السلسل بيضة لأنه رح نعمل كزا طبق فتي ما شاء الله كان العدد منيح حطيت اتنين كيلو من اللبن الزبادي رح نزله على المصفاي لحتى يطلع معي هيك ناعم وكريمي حتى هاي الطريقة نفسها أنا بستخدمها لما بدي أطبخ شغلات باللبن بدون ما أستخدم الخلاط بيطلع معي قوامه غير شكل ومنتخلص من كل الحبيبات اللي على وش اللبن حطيت عصير ليمون وتوم مهروس وملح خشن وعندي كمان كمون بخفؤون بيبقى عندي ضيف لطحيني الراشي وأيضا لفليفلي الحمرة المطحوني وطبعا نحنا مندوق الملح والحمض حسب ما بنحب بخلطون وهيك بصير عندي الصوس الأبيض جاهز كمان قلت خبز مقطع بهذا الشكل ومقلة أو بتحطوه بالفرن مع شوية زيت أو بالقلاية الهوائية حسب انتوا شو متعودين بوزع طبقة من الخبز المقلة وطبقة من الرز المطبوخ فرفدوا شوي حتى ما يطلع هيك كتال بالنسبة للروس المسلوخة بعد ما سلقتن حطيتن بطبق ليبردو قطعتن لقطع وحتفزت بشوية المي سخانتن رجعت وقت بدي اعمل الفتة هلأ بوزع طبقة من اللحم وطبقة من الصوس الأبيض الطرطور رح أاخد كمان ميت سلق الروس بدي سقق فيها الفتة ما لازم نكتر كمان نسقق حتى يتشرب الخبز وبهي الطريقة نميل الطبق حتى ما يطلع كتير زومو هيك يرخو يطلع متماسك بس ترطيب للخبز تمام برجع كمان بضيف الصوس الأبيض نازم يكون كمية منيحة بيطلع أطيب ما تطلع هيك ناشف كتير تطلع متماسكة خلت شوي كمان من لحمة الراس على الوش ومن زينا بالمكسرات حسب الرغبة حمصنا هون لوز بالسمنة وآخر شي بيبقى عنا نقل الفتة وهي ضرورية السمنة طبعا تكون طيبة وإذا حيواني بيكون أطيب منسخرها منيح ومنحطها على الوش آخر شي بيبقى لمسة هي البقدونس المفروم اكتيارة عشان تعطي هيك جمالية للطبق أكتر وفرطة رمان وآخر شي ليمون وهيك بيكون طبق الفتة صار جاهز بتمنى تكون عجبتكن طريقتنا لعمل الفتة صدقا طلع طبق فتة بياخد العقل ملوكة يعني خرج المناسبات والعزايم بيبيض الوش وهيك بيقبل على السفرة بنفس الوقت يعني نكهة اللبان والحمض مع الأكل الدسم بيجلس النفس فإن شاء الله كون أفدتكن اليوم بطريقة عمل الفتة وحكيت إنكم فيكن تلغوا لحمة الراس وتحطوا مثلا سجقات أو مآدم أو دجاج أو مثلا لحم مفروم أو لحم راس العصفور مسلوق وبتقدموا بس أصولها تكون هيك بلحمة الراس وهيك كانت سفرتنا اللي قدمناها بتلاقوا روابط الطبخ والتنظيف بصندوق الوصف إن شاء الله كون أفدتكن إذا لازمكن أي سؤال تركوا ليه بالتعليقات جميع المقادير لعمل الفتة بتلاقوها بصندوق الوصف كمان إن شاء الله بشوفكم بفيديو قادم انتظروني والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر